فيما يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي ضغوطا من داخل تحالفه ومن أطراف أخرى لتقنين مبادرته وعدم عبور حاجز المحاصصة السياسية رجحت مصادر برلمانية وسياسية أن يقتصر التغيير الوزاري المرتقب على نصف الكابينة الوزارية فيما يظل النصف الآخر منها على حاله وأمام خط الصد المتمترس خلفه نظام المحاصصة الطائفية التي تحاول الكتل السياسية عدم التفريط به وبحصصها من المناصب الحكومية غير أنها أوافقت على استبدال وزرائها بوزراء آخرين بمواصفات مختلفة ما يعني أن الحكومة ستظل مكبلة بنظام المحاصصة الحزبية والطائفية الذي يحاول لعباد اختراقه في محاولة للوصول إلى التغيير والإصلاح الحكومي المنشود واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن التغيير سيشمل عشرة وزراء من أصل عشرين ضمن عملية التغيير الوزاري بسبب الضغوط التي تمارسها الكتل على رئيس الوزراء حيدر العبادي وكشفت المصادر ذاتها عن أن برنامج رئيس الوزراء حيدر العبادي يتضمن شمول عشرين وزيرا بالإصلاحات الجديدة لكن الضغوطات من قبل شخصيات رفيعة في الحكومة وخارجها حال دون تنفيذ ذلك ويعتقد على نطاق واسع أن رفض العبادي لهذه الضغوط قد ينتج عنه أزمة كبيرة قد لا تتحمل أثقالها حكومته التي تعاني الانقسام والترهل والعجز وأمام هذا المأزق الذي يواجهه العبادي في سعيه للترشيق والتغيير الذي وعد العراقيين بإنجازه كأحد الحلول لتفادي مقبلات الأيام فإنه والسناد إلى موازين القوى على الأرض سيكتفي بتغيير عشرة وزراء ممن لا يملكون شهادات تخصصية لوزاراتهم وفشلوا في أداء عملهم خلال الفترة الماضية وبحسب مراقبين للشأن العراقي فإن رئيس الحكومة سيعرض الأسماء على مجلس النواب للتصديق عليهم رغم اعتراض بعض الكتل في محاولة لوضع العصي في حركة الإصلاح الحكومي ومهما كانت محدودية النتائج التي قد يحققها العبادي في مسار الإصلاح الذي باتت مطلبا شعبيا إلا أنها ستمهد لانطلاق قطار التغيير الذي سيطيح بخط الصد الطائفي الذي كان عائقا أمام حركة الإصلاح ومسؤولا عن خيبات العراق وأزماته التي أدخلت العراق في الخانق الذي يتخبط به ويحتاج إلى رافعة وطنية لإخراجه من محنته